أزيد من 26 حالة تستقبلها يومياً مصلحة الاستعجالات المختصة في أمراض الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى وهراني الجامعي من بينها حالات حريجة سببها الإفراط في الأكل خلال شهر رمضان عدنا خمسة إلى ستة حالات حريجة إنسان لديها التخمى ولا يوجد عملية تلهاد مراه مضرار إنسان يؤثر على الجهاز العصابي وضغط الدموي يؤثر عليها الدوسوم كثيرا تقدمتنا كثيرا تقدمتنا كثيرا عدنا 20 ك 20 حالة تعليجة عندهم هذا البالون مولا دولوغ أبدومينال هذولية تانيك للأكل المفرط وليس للسيام سلوكيات خاطئة وعدم اتباع نظام غذائي صحي متوازن مع الاكثار من تناول السكريات والدسم كل هذا يتسبب للصائم في العديد من الالتهابات قالت تعتقد يتوعنا تأثر سلبيا على فوائد الصيام صديق باش ندو هذه الفوائد رانا نخسروا فيها أولا السكريات أبلاث السكريات الملح لا يوجد لدينا المعدان ثانيا ننصح الجزائريين الجزائريات الملح المقدانية الساسيائية لأكل الحساء هذه الملح الملح المعدانية المitte employers يتحدثون انظر بقavد 14 و 16 هذا يجب من الوطن المتحدث عن هذا الوطن سيكون في عطلة في استيراح وهذا الاستيراح سينقص الالتهاب للصيام فوائد عديدة لا تعد ولا تحصى على صحة الإنسان غير عدم الالتزام بنظام غذائي صحي قد يحول صهارات رمضان إلى صهارات انتظار وقلق داخل مصالح الاستعجالات بسبب الاضطرابات الهضمية